لكن الجزء الأول متعلق بإنتر الأخبار والساعات الأخيرة والأحداث الأخيرة في الساحة الرياضية الساحة الرياضية المصرية أو العربية والإفريقية يمكن الحدث الأبرز خلال الساعات القليلة الماضية يمكن قرار لجنة الاندباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة رامون هاك رئيس اللجنة الذي اتخذ عدة قرارات متعلقة بمباراة الترجي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا هذه القضية الشائكة التي ما زالت هناك أزمة في اتخاذ هذا القرار المتعلق بملف هذه المباراة أكثر من حوالي 60 يوم يمكن داخلين في الثلاث شهور ولسه حتى هذه اللحظة لم يتحدد من هو بطل دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة ومن ثم بعد هذه الأزمة تأجل موعد مباراة السوبر الإفريقي خلال الفترة القادمة لجنة الاندباط كانت اتخذت عدة قرارات أماها اعتماد فوز الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا ومنح المكافأة المالية والميداليات بعد سحبها تبقى لقرار المكتب التنفيذي الذي اتخذ يوم 5 يونيو في باريس اجتماع المكتب التنفيذي في باريس لكن المحكمة الرياضية ألغت هذا القرار وطلبت من الاتحاد الإفريقي إسناد الملف للجهة المختصة ومن ثم انعقدت لجنة الاندباط في الساعات الماضية واتخذت هذه القرارات أول قرار زي ما قلت لكم اعتماد دفوز الترجي بالبطولة الإفريقية ومنح المكافأة المالية والميداليات اعتبار نادي الوداد المغربي منسحبا من نهاي دوري أبطال إفريقيا وتغريمه 20 ألف دولار بالإضافة إلى 15 ألف دولار أخرى نتيجة أعمال شغب أو إشعال شماريخ في المباراة النهائية على ملعب رادس أيضا كمان هناك عقوبة مالية على الترجي التنسي بـ 50 ألف دولار نتيجة استخدام الشماريخ والليزر والألعاب النارية في مباراة الإيابة في رادس هذه المباراة التي لم تستكمل والقرار الآخر كمان متعلق بإقامة مباراتين بدون جمهور للترجي التنسي على ملعبه مع إقاف التنفيذ وتنفيذ هذه العقوبة خلال 12 شهر إذا تقررت أعمال شغب أو أعمال فيما معناها أنها مخالفة للواحة الانضباط في المباراة القادمة بالنسبة لنادي الترجي على ملعبه والقرار الأخير عقوبة مالية على السيد حمد المدب رئيس نادي الترجي التنسي بعد كتابة مرائب المباراة في تقرير أن هناك مشد حدثت بين رئيس نادي الترجي التنسي مع رئيس الاتحاد الإفريقي رئيسي كونفدرالية أحمد أحمد أثناء تسليم الميداليات في نهاي إفريقيا في ملعب رادس كانت هذه هي مجمل القرارات التي اتخذت خلال الساعات القليلة الماضية لكن الملف حتى الآن لم ينتهي نادي الوداد المغربي أمامه 72 ساعة منذ الأمس للاستئناف على هذا القرار عموما يكون معنا تليفونات مهمة جدا من المغرب وتونس لمعرفة ردود الأفعال المتعلقة بهذه القضية خاصة أن خلال الفترة القادمة هذا الملف بالتأكيد الاتحاد الإفريقي يسعى بشكل كبير إلى إنهاءه وحسمه أول ستمبر أو بمعنى ضق قبل موعد كاس العالم الأندية إن شاء الله المزمع إقامتها إن شاء الله في نهاية هذا العام في شهر ديسمبر القادم فبالتالي هناك اجتماعات عديدة خلال الفترة القادمة إذا طاع النادي الوداد على هذا القرار سيكون هناك جلسة في لجنة التظلمات أو لجنة الاستناف لبحث هذه القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط ثم كمان هيكون هناك اتجاه آخر إذا لم يرضى الطرفين بهذا القرار باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة القادمة لبحث هذا الأمر الذي شغل الرأي العام مش في مصر بس لكن كمان في المنطقة العربية والقرى الإفريقية كاملة لأن نهائي دوري أبطال إفريقيا إحدى المسابقات الكبيرة في القرى الإفريقية اللي بيعتمد عليها الاتحاد الإفريقي لقرة القدم ما كاف في السبونسر والرعاة وتسويق المباريات وتسويق هذه البطولة الكبيرة اللي بشكل كبير حصل فيها تعادلات كثيرة خلال السنوات الأخيرة لكي تضاهي الشكل المثالي في التنظيم لدوري أبطال أوروبا لا أخفي عليكم سرا كمان إن خلال الفترة القادمة هناك تعادلات على إقامة هذه المسابقة إنها هتكون مباراة واحدة في ختام هذا العام بالتأكيد هذه المباراة هتبقى في بلد محايدة أو حسب الدول اللي هتطلب استضافة نهاية إفريقيا زي بالضبط الطريقة اللي ممكن تستضيف بيها بطولة أهم إفريقيا أو بطولة أهم إفريقيا لين الشباب أو الناشئين قبل البطولة بموعد محدد بيحددوا الاتحاد الإفريقي أي دولة بتسعى لاستضافة هذا الحدث بتطلب من الاتحاد القر استضافة هذا الحدث وبالتأكيد فيه كراسة شروط وفي معايير الاتحاد الإفريقي بيطلبها من الدولة اللي هتصديف هذا اللقاء أو هذه المباراة في ختام هذه المسابقة اللي هتكون إن شاء الله في الفترة من 30 مايو إلى الأسبوع الأول من يونيو عام 2020 العام القادم بعد نهاية هذا العام أو بعد نهاية هذه المسابقة اللي بدأت بالتأكيد طلق اهتمام كبير جدا من كل الاتحادات الأهلية اللي بتبقى حريصة على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا يمكن عايز أقول القيمة المالية بتبقى كبيرة بنتكلم في 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى كمان الفائز بهذه البطولة والحصول على هذه المكافأة بيتأهل إلى كأس العالم للأندية فبيحصل أيضا على الحد الأدنى من المكافئات حوالي أيضا 2.5 مليون دولار فبالتالي الفائز باللقب مكافئته مش 2.5 مليون دولار فقط لا بتصل إلى 4.5 أو 5 مليون دولار قيمة مالية كبيرة جدا البطولة تم تعديل مسابقاتها خلال الفترة الأخيرة كانت هناك بالتأكيد مباريات بداية من دور الـ 32 حتى مباريات دور الثمانية بتبقى المباريات دور الثمانية على مجموعتين ثم بيصعد أول وثاني من كل مجموعة والمباريات سيميفانال ثم المباراة النهائية لكن خلال العوام الأخيرة الاتحاد الإفريقي ولجنة المسابقات يمكن أجرت العديد من التعديلات على مسابقتين دور أبطال وكاسر كونفدرالية وبالتالي تم تعديل هذه الإجراءات وأصبحت المباريات تقام من دور المجموعات في دور الـ 16 دور الـ 32 بنظام الزهاب والإياب لكن مباريات دور الـ 16 بالتأكيد بتبقى خلال الفترة القادمة بدءا من دور الـ 16 بتبقى أربع مجموعات أربع مجموعات كل مجموعة فيها أربع فرق أو أربع أندية حسب التصنيف وبعد الدول أو بعض الأندية المتأهلة من دور الـ 32 ثم يصعد أول وثاني من كل مجموعة للوصول إلى مرحلة الدور الثمانية دور الربع النهائي وتقام المباريات بنظام الزهاب والعودة حتى المباراة النهائية في السابق وحتى البطولة الماضية المباراة النهائية كانت تقام بنظام الزهاب والإياب لكن بعد الأحداث الأخيرة التي شاهدها نهاية إفريقيا العام الماضي بين الترجي والوداد الاتحاد الإفريقي ارتأ والمكتب التنفيذي ارتأ في اجتماعاته الأخيرة على هام الشايكاس الأمم الإفريقية الأخيرة أن تكون المباراة النهائية من مباراة واحدة وعلى أرض محايدة يعني إذا صدفت بقى أنك بالتأكيد مثلا لو في مصر الاتحاد المصري طلب المباراة النهائية تكون على أرض استاذ القاهرة ووصل أي من الطرفين مصري أو نادي مصري إلى المباراة النهائية بيبقى شيء إيجابي وشيء بيدي يعني قوة أكتر للمباراة النهائية أن صاحب الأرض وصل للمباراة النهائية لكن بشكل عام بنقبل انطلاق البطولة بيبقى الاتفاع على أن المباراة النهائية هتكون محددة في دولة معينة على استاذ دا كذا تبقى الاشتروتر بيحددها الاتحاد الافريقي ووصل بقى نادي تبع هذه الدولة أو هذا الاستاذ ملعبه بيبقى شيء إيجابي بالنسبة له وبتبقى بالتأكيد فرصة جيدة بالنسبة له وهو في نهاية افريقيا ما وصلش الاتحاد الافريقي ووصل أو ارتقى أن يكون المباراة النهائية على أرض محايدة وهيتب من تطبيق النظام دا إن شاء الله خلال الفترة القادمة بالنسبة لدورة أبطال افريقيا أو كأس الكنفدرالية زي ما ألتلكوا أحداثة كانت كبيرة جدا في الساعات الأخيرة المتعلقة بهذه المباراة بالتأكيد عن تابع الفترة القادمة إلا هيحصل في الاستناف اللي بالتأكيد نادي الوداد هيتقدم به للجنة الاستناف فكرة كمان اختصاص لجنة الاندباط بهذا الملف دا هيكون على طولة الاجتماعات وضمن أحد البنود اللي نادي الوداد هيلجأ إليها للحديث عن هذا الأمر يعني اختصاص لجنة الاندباط في شأن أو منقشة هذا الموضوع هل يحق اللجنة الاندباط تبقى للليحة مناشة هذا الأمر أم لا كل هذه الأمور بالتأكيد عن شوفها خلال الساعات القادمة عشان نعرف هذا الملف نهايته بالضبط هتبقى إمتى وكمان مين هيكون صاحب نصيب الفوز بالكأس الإفريقية اللي هتكون كأس عويصة لأن بعد كل هذه الإجراءات الإدارية والاندباطية واللجوء للمحكمة الرياضية ثم العودة الأمر من جديد إلى اللجنة المختصة كل هذه الأمور بالتأكيد هتتموا مناشتها خلال الفترة القادمة لمعرفة الموخف النهائي ومن سيكون فائزا بدور أبطال إفريقيا لعام 2019 وزير قضية تحديدا درس درس جايت جدا لكل الأندباء في القرى الإفريقية عشان تعرف إلي ليها وإلي عليها خلال الفترة القادمة وتكون الخريطة تضحت بالنسبة للموسم الإفريقي القادم لكن بشكل عام دي كانت الرؤية المتعلقة بمباراة نهائي دور أبطال إفريقيا خلال الساعات الجارية وما حدث في الساعات الأخيرة المتعلقة بهذه المباراة والقرارات التي اتخذت